موسيقى الرئيس السيسي يؤكد سعي الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موسيقى أوستن يقلل من أهمية السيطرة الروسية على بخموت الأوكرانية ويقول إنها خطوة رمزية أكثر منها استراتيجية رغم تنديدات بيونج يونج قاذفة نوابية أمريكية تشارك في المناورات العسكرية بين واشنطن وسهولة موسيقى الثالثة عصرنا الوحيدة بتوقيت جرينيتش النشرة الإغبارية تأتيكم من القاهرة أهلا بحضرتكم والبداية مع دارين مصطفى أهلا بك دارين شكرا ياسر أهلا بحضرتكم مشاهدين إلى تفاصيل هذه النشرة بعد العنوين أكد رئيس عبد الفتاح السيسي سعي الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنية بأقل البلدان نمونا والتي ألقتها نيابة عنه وزيرة التعاون الدولية وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر حرصت على إطلاق استراتيجية وطنية للغذاء والتغذية تستهدف في مقدمة أهدافها تحقيق الربط بين المبادرات الرئاسية والاستثمار في صحة العامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي كما تطرق الرئيس السيسي إلى إطلاق مصر لمبادرة حياة كريمة والتي تعد مثالاً للمبادرات الهدفة لتحقيق التنمية المتكاملة في المناطق الريفية مؤكداً أنها تستهدف تعزيز جهود القضاء على الفقر في قرى الريف المصري وتوفير الخدمات الأساسية عالية الجودة للمواطنين أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عمقى ورسوخ العلاقات المصرية الأردنية على كافة المستويات مشيداً بحالة الزخمة الإيجابي المستمرة في العلاقات بين البلدين جاء ذلك خلال استقباله فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المرافقة له وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس النواب ضرورة تعزيزه ودعم التعاون البرلماني المصري الأردني خاصة على مستوى تبادل الخبرات البرلمانية من جانبها أكد رئيس مجلس الآيان الأردني على تاريخية العلاقات الأردنية المصرية مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً دائماً بين البلدين إزاء مختلفة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن يوم الشهيد ذكرى تستعيد بها مصر تضحيات وبطولات أبطالها المخلصين في حرب الاستنزاف والتي ردت الكرامة لمصر وأعطت الأمل ومهدت لحرب أكتوبر الخالدة وأضاف رئيس مجلس الشيوخ في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس أن الاحتفال بهذه الذكرى الطيبة هو خير دليل على أن مصر لم ولن تنسى فضل أبنائها البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن العظيم ليحيى المصريون في سلاماً وأماناً واستقراراً نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحي الحرب مؤتمراً صحفياً تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التاسع من مارسة كل عام تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التاسع من مارسة من كل عام نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحي الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام وأكد لواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكر استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يعكس مدى تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أرقى أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية تقديراً لمقدمه من تضحيات سطروا بها أسماءهم بأحرف من نور في سجلات حب الوطن نظمت القوات المسلحة المؤتمر السنوي الأول لتخصص الطب الطبيعي والتأهلي وعلاج الروماتزمة الذي يأتي في إطار حرص القوات المسلحة على تطوير وتحديث في مجال الطب الطبيعي والتأهلي ومواكبات أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية بما يحقق طفرة كبيرة في طرق العلاج الطبيعي الحديث لخدمة المنظومة الصحية في مصر تناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات فضلاً عن إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعي والتأهلي وعلاج الروماتزمة بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء العسكريين والمدنيين والخبراء الأجانب المتخصصين في ذلك المجال أكد وزير الخارجية سمح شكري أهمية لابتعاد عن تسيس المناقشات داخل منظمة اليونسكو مع التركيز على مهام المنظمة الرئيسية في مجالة التعليم والعلوم والثقافة جاء ذلك في بيان صحفي صدر من وزارة الدخل الخارجية عاقب استقبال شكري رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو تمارا راستوفاكا ومن جانبها أعربت رئيسة المجلس التنفيذي عن تقديرها البالغ لدعم مصر وفضيها الدئم لدى اليونسكو لمهامها وبما يمكنها من أداء مسؤوليتها بنجاح نجحت البعثة الأثرية المصرية في الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الديري ترجع إلى العصر الروماني شرقي معبد دندرة بمحافظة قنة والتي شهد بها معبد للإله حرس في العصر الروماني عثر بداخل بقايا المقصورة على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطى بالملاط ذي درجة والذي يمكن تأريخه إلى العصر البيزنطي كما تم العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطر الرومان مرتديا غطاء الرأس المعروف بالنمس والذي تعلو جبهته حية الكبرى يشير الفحص المبدئي لوجهة تمثال إلى أنه من المرجح أن يكون للإمبراطور كلاوديوس نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية من أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من الصفر لأداء مناسك الحج وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي أكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن موضحة أن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع من الصفر لأداء مناسك الحج هم مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي ومرضى التليف الرأوي وحالات السمنة المفرطة المرضية والتي تمنع صاحبها من الحركة والصفر والحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأعيات الدموية والتليف الكلوي والأمراض والحوامل وخاصة في أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة والمصابون بالزهايمر والمرضى النفسيين تبقى للتقارير الطبية المعتمدة يطلق تحالف الوضع الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم وذلك من خلال مبادرة كتف في كتف لدعم المواطنين في المحافظات ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادا لشهر رمضان المباركة تستهدف مبادرة كتف في كتف توفير أربعة ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات حتى الحدودية منها قبل حلول شهر رمضان المباركة كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الواجبات الساخنة للمواطنين لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين هذا وأكد تحالف الوطني أنه سيكشف قريبا عن مزيدا من التفاصيل عن الحدث المزمعي إقامته في استاد القاهرة الدولية شاركت مؤسسة حيا كريمة بجناح خاص في ماراثون القاهرة سعيا من المؤسسة لجمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا في قرى المبادرة الرئاسية حيا كريمة استكمالا لدورها التنموي في الاهتمام بالإنسان وصحته تشارك المبادرة الرئاسية حيا كريمة في ماراثون القاهرة لأول مرة حيث بدأ الاستعداد للماراثون الذي سيقام في العاشر من مارس الجاري بإتمام تسجيل المتسابقين وتعريفهم بمجهودات حيا كريمة على مستوى الجمهورية حيا كريمة مشارك رئيسي مع كايرو رانرز في الماراثون اللي بتطلقه السنة دي تحت أكتر من رسالة بتدعمها مؤسسة حيا كريمة مع كايرو رانرز أنا النهاردة بعرف الناس من الجيتس أو ما يخشوا ببتدي أعرفهم عن أننا موجودين والبوت بتاعنا وأبتدي أوجههم من هما لو حابين يخشوا معنا أو لو حابين تطوعوا ونعرفهم الأكتفتيز الموجودة والبرودكت التي الناس بتقدمها طبعا حدث كبير جدا وحيا كريمة في أي مناسبة بتكون موجودة فيه لتوعية الناس وأنها تعمل أورنس لأنها تعرف أهمية الدور بتاع حيا كريمة للناس وللمواطنين ولأن الخير عامل مشترك ما بين حيا كريمة ومراثن القاهرة فكانت الشراكة البناء ليتم تخصيص تبرعات حيا كريمة من خلال المراثن لتوفير كراتين غذائية وأطراف صناعية وكراسي متحركة وحملة توعوية بين المدارس ضد التنمر كل هذا وأكثر تتوسع في تنفيذ حيا كريمة من خلال تبرعات المراثن الخيرية حيا كريمة طبعا هي دلوقتي مبادرة قومية موجودة في كل محافظات مصر يعني هي حيا كريمة نعيشها في كل محافظة أين كان إحنا فين أنا تبساطي جدا أن أنا تعرفت النهاردة على حيا كريمة وقعدوا وشرحوا لي بالضبط كل الخدمات اللي عملوها وقالوا لي على البيج بتاعتهم الأساسية النهاردة حيا كريمة موجودة علشان توصل لكل المصريين وأنها تعيش كل المصريين في حيا كريمة حيا كريمة طبعا بتفرق مع المجتمع وبتفرق طبعا مع الكرة لأنها كمان بتقرب بين المدن ببعضيها وفي نفس الوقت بتشجع المجتمع حيا كريمة طبعا غيرت في جميع الناس يعني الاستثمار في بناء الإنسان والحفاظ على صحته النفسية من أهم ركائز حيا كريمة المتفقة مع أهداف الماراثون الخيري حيث تعمل دوما على تحقيق تلك الأهداف وتسعى لتوفير الدعم المادي والتنموي للقرى والأسل الأكثر احتياجا من خلال أنشطة مختلفة كماراثون القاهرة وقعت شركة انطلاق لدعم رياذة الأعمال وقعت بروتوكول تعاون مع شركة رايز أب كشريك استراتيجي لها وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل نسخة العاشرة من قمة رايز أب 20-23 والتي ستقام في المتحف المصري الكبير في الفترة من الثامن عشر من مارس وحتى السادس عشر بحضور أكثر من عشرين ألف شخص من ستين دولة حول العالم يهدف البرتوكول لإيجاد حلول سريعة لأبرز التحديات التي تواجه قطاع رياذة الأعمال المصري من أجل نهوض بالقطاع وذلك بتعاون مع الجهات المعنية من خلال عدة فاعليات وموائد مستديرة القمة ستتم خلالها وبعدها اشتركوا في القناة قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن مدينة بخمول شرقية أوكرانيا لها أهمية رمزية أكثر منها عملياتية معتبرا أن أي تقدم بشأنها لا يعني إلى أن موسكو استعدت قوة الدفع في جهدها العسكرية المستمرة منذ عام وأضف أوستن أن السيطرة الروسية الكاملة على بخمود لن يعني بالضرورة أن الروس غيروا مصار العملية العسكرية في أوكرانيا زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شايجو وزار منطقة العملية العسكرية في ماريوبل بدونيتسك لتفقد جاهزية أعمال مجمع البناء العسكري ومرافق البناء التحتية وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن شايجو استمع لتقرير حول إنشاء أكبر خط أنابيب للمياه يربط بين منطقة روستوف ودونيتسك معربا عن تقديره لجهود العسكريين المشاركين في الأعمال الإنشائية أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز 27 وميج 29 ومروحية من طراز بي 8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال 24 ساعة الماضية وأعلنت الوزارة تصفية ما يصل إلى 45 عسكري أوكراني في التجاه كوبيانيسك مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اضطردت 15 قذيفة من راجمات الصواريخ الأمريكية هي مارس ودمرت 9 طائرات مسيرة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استخدمت دخائر دقيقة التوجيه من الجيل الجديد ضد القوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر استخدام هذه الذخيرة ضد منشأة كانت مخصصة لإخفاء المركبة المدرعة وصيانتها مؤكدة أن الهدف تمت إصابته بدقة كبيرة أسقطت الدفاعات والجوية والروسية ثلاثة صواريخ في منطقة بيلغرود وقال حاكم المنطقة الروسية المتخمة لأوكرانيا إن شخصا واحدا على الأقل أصيبه مضيفا أن الحطام المتساقط أدى أيضا إلى سقوط بعض خطوط الكهرباء بالقرب من بلدة نوفي أسكول قال القائم بأعمال حكم مقاطعة زبروشيا إن القوات الأوكرانية واصلت قصف البنية التحتية حول محطة الطاقة النووية في المقاطعة بهدف إخراج المحطة عن الخدمة واتهم المسؤول الروسي كييف بقصف المحطات الفرعية وخطوط الكهرباء في المحطة بهدف ترهيب المواطنين وأحداث ضجة في وسائل الإعلام أعلن الجيش الأوكراني إسقاط ثلاث عشرة طائرة بدون طيار من أصل خمس عشرة أطلقتها القوات الروسية باتجاه البلاد خلال الساعات الماضية وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إنه تم استهداف الطائرات بأسلحة مختلفة مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الهجمات الروسية قال الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ناقش الهجوم الحدودي في منطقة بريانسك بالتفصيل خلال اجتماع لمجلس الأمن القومية وأوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن المجلس ناقش سبل ضمان أمن المنشآت الاستراتيجية مضيفا أن موسكو ستتخذ إجراءات لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل كانت مجموعة مقاتلين أوكران قد تسللت إلى منطقة كليموفاسك بمقاطعة بريانسك والتي تعد مركزا صناعيا كبيرا وفتحت النار على السيارات بالمنطقة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل كما احتجزت المجموعة رهائن في متجرنا بقرية ليوبيتشاني أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة لاختيال رئيس مجموعة شركات سارغراد كونستانتين مالوفيفا عن طريق تفجير سيارتها وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أن محاولة الاختيال خططت لها السلطات الأوكرانية عن طريق وضع بوة ناسفة أسفل سيارة مالوفيفا أكد الرئيس البولندي أندريا دودا أكد اهتمام بلاده بالطلاع العالم على حقيقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وخلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنية بأقل البلدان نموا قال الرئيس البولندي أن وارسو يمكنها تحدث عن المأساة التي تعيشها أوكرانيا وملايين اللاجئين من كييف بحسب تعبيره أعتبر وزير خارجية المغر بيتر زيجارتو أن الحلول التي تحاول أوروبا إيجادها من أجل حل الأزمة في أوكرانيا غير مجدية مشيرا إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي فشلت في وقف الصراع وأكد وزير خارجية المغر أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للأزمة مضيفا أن الاتحاد الأوروبي فرض عشر حزم من العقوبات ضد روسيا ولم تؤثر عليها معتبرا أن العقوبات أضرت بالدول الأوروبية يبدو أن مستقبل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية على المحكة بعد تبادل للاتهامات بين كييفا وموسكو بالمسؤولية عن تعطيل إمدادات الغذاء وتجديد الاتفاق المزيد في هذا العرض والزميل محمد الرماحي أهلا بكم في ظل اتهمات متبادلة بين موسكو من جهة وكييفا وحلفائها من جهة أخرى يبدو مستقبل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية على المحكة اتهمات وجهها كل طرف للآخر بشأن المسؤولية عن تعطيل إمدادات الغذاء وتجديد الاتفاق والتي تضمنت خصوصا تأكيد أوكرانيا وحلفائه أن موسكو السبب في الأزمة من الأساس لأنها بدأت العملية العسكرية في حين ترى موسكو أن خصومها هم السبب لأنهم حردوا كييف على رفض التفاوض ويمدونها بالأسلحة لإطالة أماد الأزمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكيني اعتبر أن روسيا خلال الأشهر القليلة المنصرمة تسببت بشكل متعمد وممنهج في تأخير شحنات الحبوب بينما صادراتها من الأغذية والحبوب والأسمدة مستمرة على عكس ذلك جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي تهم الغرب بدفن اتفاقية تصدير الحبوب على أساس أن الدول التي فرضت عقوبات على موسكو لا تفعل ما يكفي لتخفيف القيود على الصادرات الروسية لا سيما الأسمدة ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاق في الثامن عشر من الشهر الجاري والذي وقعته كل من روسيا وأوكرانيا في الثاني والعشرين من يوليو الماضي بإشراف الأمم المتحدة أعتقد الاتفاقية بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية المكدسة في الصوامع والموانئ نتيجة العملية العسكرية الروسية بعد مفاوضات عسيرة تم تجديد الاتفاق في نوفمبر الماضي لمدة مئة وعشرين يوما ويصبح قابلا للتجديد إن لم يعترض أحد الأطراف إلا أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أنها لن توافق على التمديد إلا إذا وضعت مصالح المنتجين الزراعيين الروس في الأتبار أزمة تصدير الحبوب تسبب فيها إغلاق الموانئ الأوكرانية نتيجة العملية العسكرية الروسية والتي اندلعت في فبراير مما أسهم في أزمة وصول المواد الغذائية من البحر الأسود إلى الأسواق العالمية من بينها القمح شاهدين كان هذا عرضا حول مستجدات اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية شكرا على طيب المتابعة وفي نبأ عاجل ورد إلينا منذ قليل اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الموارد المائية والري ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية استطلاح وزراعة الأراضي الصحراوية ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريد وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلت الجديدة في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية الجمهورية حيث اطلع في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرأي الحريثة ومحطات المياه والميكانة الزراعية ووجه الرئيس سيسي باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات البعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بهذا المشروع مع مواصلة استخدام نظم الرأي الحريثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر بما يسهم في صوني وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد فضلا عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة تسهم في استعاب الزيادة السكانية وفي إضافة المزيد من فرص العمل والزيادة الدخل للمواطنين وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الولايات المتحدة نشرت قاذفة B52 لإجراء تدريب مشترك مع سول وذلك في استعراض للقوة ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وأوضحت الوزارة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستحقيقان سلام من خلال القوة وذلك من خلال تكثيف التدريبات المشتركة اعترضت الصين على تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون يقول أن رفعات شحن صينية الصناعة قد تكون أدوات تجسس محتملة وقالت وزارة الخارجية الصينية أن الادعاء الأمريكي لا أساس له من الصحة وسيضلل الجمهور الأمريكي وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون قد أعربوا في وقت سابق عن قلقهم من أن رفعات الصينية العملاقة التي تعمل في موانئ أمريكية بأنحاء البلد بما في ذلك التي يستخدمها الجيش يمكن أن تمنح بكين أدات تجسس محتملة قالت تايوان أنه يجب أن تكون في حالة تأهب لهذا العام تحسب لدخول مفاجئ للجيش الصيني في مناطق قريبة من الجزيرة متعهدة بممارسة حقها في الدفاع عن نفسها وصدي أي هجوم إذا ما دخلت القوات الصينية أراضيها المزيد في هذا التقرير لا يزال التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان مستمرا مع صدور تحضير من تايبي من دخول صيني مفاجئ لمناطق قريبة من الجزيرة والتي شددت على وجوب أن تكون في حالة تأهب هذا العام تحسبا لهذا الدخول المفاجئ وقالت تايوان إن الجيش الصيني قد يجد أعذارا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الأقليمي للجزيرة مع تعزيز تايبي علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة متعهدة بممارسة حقها في الدفاع عن نفسها وصدي أي هجوم صيني على أراضيها التصريحات الصادرة من تايوان جاءت في عقاب تصريحات رئيس الوزراء الصيني أمام البرلمان في بكين والذي أعاد التأكيد خلالها على التمسك بمبدأ صين واحدة كما دعا إلى تعزيز العلاقات مع تايوان وعملية إعادة التوحيد السلمي للصين مع اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال الجزيرة منسوب التوتر بين الصين وتايوان ارتفعت مؤشراته مع إعلان تايبي تتبع عشرة طائرات عسكرية صينية وأربع سفن بحرية حول الجزيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في استمرار لتكثيف الصين أنشطتها العسكرية بالمنطقة تايوان أفادت بأن من بين طائرات الجيش الصيني حلقت طائرة حربية مضادة للغواصات وطائرة استطلاع بدون طيار في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التيوانية وفي رد فعل على التحركات الصينية أرسلت تايوان طائرات وسفن بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات والسفن الصينية رحبت الولايات والمتحدة بإعلان حكومتي كوريا الجنوبية واليابان التوصل لتسوية نزاء بشأن تعويضات العمل في زمن الحرب وقال رئيس الأمريكي جو بايدن إن هذه الخطوة تفتح فصلاً جديداً من التعاون والشراكة بين اثنين من أقرب حلفاء الولايات المتحدة واصفاً لاتفاق بأنه خطوة حاسمة لإقامة مستقبل أكثر أمناً وازدهراً للشعب الكوري والياباني كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم قادة اليابان وكوريا الجنوبية في مسارهما لتراجمت هذا الفهم الجديد إلى تقدمنا دائماً أعلنت المملكة المتحدة أن بريطانيا وألمانيا ستشاركان في مناورات جوية مشتركة فوق إستونيا لأول مرة وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه سيتم إرسال حوالي 300 فرد من سلاح الجو الملكي إلى دولة البلطيق والتي تشترك في الحدود مع روسيا لقيادة عمليات الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسي النيتو وأضاف والاس أن الطيارين البريطانيين سيعملون جنباً إلى جنب مع طائرات تايفون من قوات الجوية الألمانية وذلك في مهام متكاملة وحية قال وزير النقل الفرنسي أن التظاهرات المطالبة بإصلاح نظام المعاشات التقعودية والمزمع تنفيذها يوم الثلاثاء ستؤدي إلى تعطل شديد لوسال النقل العام وأكد الوزير الفرنسي أنه ستكون هناك تبعات قوية للغاية مضيفاً أنه يتوقع أن يكون الإضراب أحد أصعب الإضرابات بالنسبة للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات في تحرك هو السادس من نوعه يسعى للتحاد النقابي في فرنسا إلى حج مظاهرات ضخمة وغير مسبوقة ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقعود وهو المشروع الذي يلقى ضراداً كبيراً لدى الفرنسيين نقابات فرنسية رئيسية ومنظمات شبابية تعهدت ببذل كل ما بوسعها من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها حيث تعتزم تنظيم إضراب يطال عدة قطاعات في البلاد من بينها التعليم والنقل والطيران وفي هذا السياق طلبت المدرية العامة للطيران المدني الفرنسي من شركات الطيران خفض جدوى لرحلاتهم يومي السابع والثامن من مارس بنسبة 20% في باريس وليون وبردو وعدة مدن أخرى بسبب إشعار الإضراب الذي أرسلته العديد من نقابات مراقب الحركة الجوية ومن المتاقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات إضراباً شديداً بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكاك الحديدية والهيئة المستقلة للنقل في باريس التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة وتسعى النقابات لحجة عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 من يناير حين أحصت الشرطة 1.27 مليون مشارك لقاء أكثر من 2.5 مليون أحصتهم الجماعيات النقابية وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1.1 و1.4 ملايين متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفاً في باريس وتتصاعد التوترات الداخلية الفرنسية مع تمسك الجانبين بموقفهما حيث تعتزم الحكومة الفرنسية المضي قدماً في مشروع القانون خاصة مع إسرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على المضي قدماً في إقرار مشروع القانون معتبرةً أن هذا الإصلاح لغنى عنه لضمان مستقبل نظام التقاعد في البلاد فيما تصر النقابات على استمرار المشاركة في التظاهرات لحين تراجع الحكومة عن خططها في هذا الشأن قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قال إن حالة الهجرة الطارئة تعد أكبر مشكلة ستواجهها بلاده في السنوات وربما العقود المقبلة وأوضح أن إيطاليا لا تستطيع النجاح بالأمر بمفردها لافتاً إلى أن روما أنقذت ألافاً من الأرواح وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن عدد التدخلات الإنقاذ التي نفذتها قوات الشرطة وخفر السواحل عام 2022 بلغ 1170 تدخلنا بمجال إنفاذ القانون قالت الشرطة الأمريكية إن حرائق اندلعت في موقع بناء مركز تدريب الشرطة في أطلنطا بعد أن أدت مظاهرة في المبنى إلى اجتباكات بين الشرطة والمتظاهرين واعتقال 35 شخصاً وقالت الشرطة إن الأعمال غير القانونية التي قام بها المتظاهرون قد تؤدي إلى أذى جسدي مشيرة إلى أن الضباط مارسوا ضبط النفس واستخدموا إجراءات غير عليفة لتنفيذ الاعتقالات وأوضحت الشرطة أن الأحداث تحولت إلى أعمال عنف عندما قام المتظاهرون بخرط الموقع وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية على الضباط لقي شخص مصرعه ووقعت أضرار مادية بعد انفجار ناقلة غازة تحمل سوائل قابلة للاشتعال على طريق سريع في ولاية ميرلوند الأمريكية فيما نصح مسؤول المدينة السكان بتجنب المنطقة من جانبه قال رئيس قسم الأطفاء بمقاطعة فردراك أنه قتم إخماد نيران بعد عدة ساعات ومعتم احتواء المواد الخطرة مشيرا إلى أنها لم تصل إلى مجرى كارول كراك الذي يصب في نهر مونوكاسي بالمقاطعة كلف رئيس والوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكيس المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق في حالث استضام القطارين وذلك بعد وضع سلطات في البلاد مدير محطة لاريسا في الحبس الاحتياطي حيث اشتبه بارتكابه خطأ فادح أدى إلى الحالث جاء ذلك في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات في أثناء بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين على خلفية حالث تصادم القطارين والذي راح ضحيته سبعة وخمسون شخصا قتلت تسعة من أفراد الشرطة الباكستانية في تفجير استهدف مركبتهم بمقاطعة كاشي جنوب غربي البلاد وقال متحدث باسم الشرطة الباكستانية إن خمسة عشر فردا آخرين من الشرطة أصيبوا في الهجوم هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن لقي شخص مصرعه فيما لا يزال ستة آخرون في عدد المفقدين بعد غلق قاربهم قرب جزر بين اليابان والصين وأعلن خفر السوحل الياباني أن سفينة تابعة للبحرية اليابانية رصدت القارب هو ينجرف شمال جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي مضيفة أن الطاقم يضم تايوانيا وستة إندونيسيين بعد مرور شهر على وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف الضحايا لا تزال جهود المجتمع الدولي غير كافية لمواجهة الكارثة التي يبدو أن أثارها ستبقى لفترات طويلة المزيد في هذا التقرير شهر قد مر على زلزال العنيف الذي وقع في السادس من فبراير الماضي وضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا لأسفر عن وفاة ما يزيد على ستة وأربعين ألف شخص في تركيا ونحو ستة ألف آخرين في سوريا الكارثة الأكبر منذ نحو عقدين في تاريخ تركيا الحديث ما زالت تترك آثارها القصية وتبدو أفاق الأزمة في تركيا مستمرة إلى أوقات ممتدة أنقرة صاحبة النصيب الأكبر من الضحايا والخسائر تواجه مهمة شاقة وهي تخلص من مئة ملايين الأطنون من الأنقاض حيث تقول السلطات التركية إنما لا يقل عن مئة وستة وخمسين ألفا من المباني إما انهارت أو لحقت بها أضرار لدرجة تستلزم الهدم مع تحول مناطق بأكملها إلى أكوام من الخرسانة والحديد ودفع الزلزال المدمر نحو مليوني شخص إلى الفرار من المنطقة التي تعرضت لأكثر من أحد عشر ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول في وقت قالت فيه السلطات إنها أقامت أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف خيمة مع إنشاء مدن من الخيام في ثلاثمائة واثنين وثلاثين مكانا في جميع أنحاء المنطقة فضلا عن مساكن من الحويات في مائة واثنين وستين مكانا وتعهدت السلطات في تركيا إلى إعادة بناء المنازل خلال عام على الرغم من تحذير خبراء من أن السلامة يجب أن تأتي أولا قبل السرعة وسط تقارير دولية تشير إلى أن زلزال وتوابعه تسبب في أضرار مدية مباشرة بقيمة أربعة وثلاثين مليار ومائتي مليون دولار في تركيا في سوريا المجاورة يبدو المشهد أكثر قصوة في ظل الأوضاع التي يعانيها الشعب السوري بالأساس حيث تكمن المشكلة الرئيسية بحسب تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية في وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة في ظل مشاكل التمويل الحالية وقلة المعابر الحدودية وعدم كفايتها لإغاثة المتضررين مع الإشارة إلى وجود حاجة لما يقارب أربعمائة مليون دولار على مدى ثلاثة أشهر لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا اقتصادياً عشر البنك الدولي إلى أن الزلزال تسبب في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو خمسة مليارات ومائة مليون دولار في سوريا موضحاً أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار وضمار تقدر بنحو عشرة بالمئة من النتج المحلي الإجمالي لسوريا كما طالت ضمار مواقع للتراث الثقافي في مناطق تاريخية جهود دولية تبدو غير كافية لحتواء الأزمة وصراع مع الزمن تعيشه السلطات على الأرض من أجل إنهاء معاناة المتضررين من الكارثة وعودة عجلة الحياة لتدور من جديد أعربت أسرة تركية عن تطلعها للمستقبل وذلك بعد نجاتها من الزلزال المدمر بعدما ظلوا خمسة أيام تحت أنقاض المبانة السكني الذي كانوا يعيشون فيه والمؤلف من خمسة طوابق في قصة نجات فاردة بمدينة نورد داجي لا تزال الهزات الأرضية تضرب جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع قبل شهر لكن حواء أرسلان الأمة لثلاثة أطفال بدأت أخيرا تشعر بالطمأنينة في حاوية صغيرة تتخذها أسرتها منزلا ولم ينبسوا أسبوعين على خروج أفراد الأسرة من المستشفى ويحاول خمساتهم استرجاع تفاصيل حياتهم السابقة وبدأ استعادة روتينهم اليومي في منزلهم المؤقت كنا عائلة ميسورة الحال كان لدينا منزلان وسيارة كنا نحمد الله على ذلك ونحمده الآن لأن جميع أطفالي في أمان لا أخاف الآن لأن عائلتي بجواري ورغم فقدان الأسرة ستة وثلاثين من أقاربها في الزلزال ولم تندم البعض جراح الأحزان إلا أن الأمل في المستقبل لا يزال يحيط بهم المنزل نهار وذهبت السيارة وخسرنا أشياء أخرى لكننا سنحصل عليها مرة أخرى لم نمتلكها قبل عشرين عاما تستمر الحياة وستشرق الشمس وتغرب وستتبع الفصول بعضها البعض والوقت يمر ونحن نتنفس كانت أرسلان وزوجها وأطفالهما الثلاثة قد نجوا بعدما ظلوا خمسة أيام تحت أنقاد المبنى السكاني الذي كانوا يعيشون فيه والمؤلف من خمسة طوابق في قصة ناجات فريدة بمدينة نورداجي حيث انهارت معظم المباني جراء زلزال في براير الماضي سجلت مناطق بشرق أستراليا بما في ذلك سيدني سجلت أكثر الأيام ارتفاعا في درجات الحرارة منذ أكثر من عامين مع تجاوز درجات الحرارة أربعين درجة مئوية مما يزيد من مخاطر اشتعال حرائق الغذات هذا وحذرت السلطات في ولاية نيو ساوت ويلز من وجود خطر شديد باشتعال حرائق كما يعمل رجال الإطفاء على احتواء ما يقرب من أربعين حريقا في أنحاء الولاية التي يعيش فيها ثلث الأستراليين مع وجود أطقم على الأرض مدعومتان بطائرات اقتصاديا توقعت وكالة توفيش للتسنيف الإتمانية أن تخوض مصر النمو في قطاع بيترو كيميات في أفريقيا على المدى المتوسط وذلك مع تطوير مجمعات جديدة تستخدم موارد الغاز الطبعي الكبير في البلاد ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير الوكالة الذي أكد أن القطاع سيكون حاسما في معالجة سلاسل التوريد الضعيفة في قطاع التصنيع والذي شهد ارتفاعا سريعا في واردات السلع الوسيطة منذ عام 2016 وعشان التقرير إلى أن تحسين المعروض من بدائل الوالدات يعد خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى الحساب الجاري لمصر على المدى الطويل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نظم ورشة العمل الثانية عشر في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة لتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي عشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين ناقشت الورشة والتي شارك بها ثمانية عشر من المستثمرين وممثلي الشركات العالمية والمجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات ناقشت اتجاهات التجارة الخارجية حيث أكد المجتمعون على أهمية برنامج رد الأعباء التصديرية في زيادة حصيلة الصادرات ودعم المستثمرين فضلا عن أهمية الاستمرار في خفض زمن الإفراج الجمركي وتيسير دخول مستلزمات الانتاج ومنح الاعفاءات الجمركية للمصدرين كما تمت المطالبة باستمرار التحرك نحو زيادة الطاقة الانتاجية وأعداد المصدرين ضمن مستهدفات خطة المائة مليار دولار صادرات مع زيادة المكون المحلية أظهرت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن حجم مبيعات التجزئة الخفض على أساس سنوي بنسبة 2.3% يناير الماضي وسجل حجم مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو نحو 3.10% على أساس شهري بأقل من توقعات عند نصف في المئة متأثرة البنكيماش ميزانيات الأسر بفعل التدخم وأسعار الفائدة المرتفعة كما تراجعت ثقة المستثمرين بشكل أكبر في منطقة اليورو إلى سالب 11 نقطة في مارس الجاري من سالب 8 نقاط في فبراير رياضيا يستطيف الزمالك غدا تراجية تونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا هذا ومن المقرر أن يخوض الفريق ميرانه الختامي مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب يسعى الزمالك لتحقيق أول فوز له بمرحلة دور المجموعات بعد أن حصد نقطة وحيدة في أول ثلاث جولات أهلنا البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي براميدز قائمة الفريق إلى رحلة توغو لخوض مباراة أسكوكارا في كأس الكونفدرالية ويخوض الفريق السماوي ميرانه الأساسي في ملعب المباراة غدا الثلاثاء والذي سيشهد تحديد الخطة الفنية والطريقة التي سيعتمد عليها المدير الفني ويحتل براميدز المركز الثاني بالمجموع برصيد خمس نقاط خلف الجيش الملكي المغربي صاحب الصدارة برصيد سبع نقاط يواصل فريق فيوتشر استعداداته للقاء الجيش المغربي الملكي المغربي بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية يطمح فيوتشر في تحقيق الفوز حيث استهل الفريق مشواره في دور المجموعات بتعادل مع إسكوكارا بهدف لمثله ثم تعادل مع براميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بهدفين دون مقابل ليحتل الفريق المركز الثالث برصيد نقاطين حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على ضيفه منشستر يونيتد بسبعة أهداف دون رد في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإنجليزي وبعد تسجيله هدفين في المباراة أصبح اللاعب محمد صلاح الهدف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي ليرفع رصيده إلى 129 هدفا ويتقدم بهدف واحد على النجم روبي فاولر وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد من يونيتد عند 940 نقطة في المركز الثالث تعدل فريق فولفسبيرغ والذي يلعب بين صحوفه الدولي المصري عمر مرموش مع أينتراخت فرانكفورت بهدفين لكل منهما ضمن مواجهات الجولة 23 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم النجم المصري مرموش تقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة ثم تعادل للضيوف الفرنسية رندالا كولومواني في الدقيقة الثانية والعشرين ثم سجل زميله الفرنسي ايفيان ناديكا ثاني الأهداف في الدقيقة السادسة والعشرين وفي الدقيقة الثالثة والأربعين سجل يانك جيردهارت لفولفسبيرغ ليرتفع رصيد الفريق إلى 34 نقطة في المركز الثامن بينما توقف رصيد فرانكفورت عند 39 نقطة في المركز السادس بأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية ولمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق أكتري نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كان معكم في هذه الجولة الإخبارية يا ياسر عبدالستار وأنا داري مصطفى حتى نلتقيكم من جديد نترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر